أهلا بكم أبناء وبناتي طلبة الصف الثالث الإعدادي وحلقة جديدة من برنامج مدرسة على الهواء أسبوعين بنلتقي معاكم في حلقات مادة العلوم للصف الثالث الإعدادي والنهاردة إن شاء الله هنبدأ في الوحدة الثالثة طبعا قبل ما أبدأ بقول إن إحنا يعني من فترة بيسعدنا دايما إن إحنا بنتفاعل معاكم بيسعدنا اتصالاتكم المستمرة يمكن الحلقات السابقة كان فيه اتصالات وكان فيه فعالية وتفاعلية كبيرة جدا ما بيني وما بينكم أنا برحب بكده وأسرة البرنامج كلها في انتظار تليفوناتكم علشان نتواصل معاكم نسهل أي حاجة تكون صعبة ونحاول إن شاء الله إن إحنا ننال رضاكم فيه إسلوبنا وفيه طبستنا للمنهج والنهاردة زي ما قلت إحنا هنبدأ فيه الوحدة الثالثة والوحدة الثالثة دي بتتكلم على الكون طبعا أنا بفكركم بس إن الوحدة الأولى كنا بنتكلم فيها فيزيائيا فيه السرعة وأنواحها والعجلة وأنواعها والكميات الفيزيائية والكيميائية والقيامية والمتجهة الوحدة الثانية تكلمنا عن الضوء ويمكن تحديدا درسنا المرايا والعدسات وحالات تكوين السور في المرايا والعدسات ويمكن نهينا بأيوب الإبصار والحمد لله بعتقد إن إحنا كنا بنتواصل معاكم ونوصل لكم المعلومة يعني بشكل مرضي النهاردة بقا ما بنيجي نتكلم بنتكلم في وحدة جديدة خالص ونقول هنتكلم النهاردة عن الكون وأول ما أقول كلمة الكون الكون ده كلمة عامة يعني أنا لما أقولك إيه هو الكون حد كده يقدر يتخيل معايا في بعض الطلبة لما بنسأله نقوله هي الكون يقولي ده الأرض اللي إحنا بنعيش عليها وفي بعض طلبة يقولي ده المجموعة الشمسية اللي إحنا موجودين فيها اللي هي الكواكب التمانية والشمس وفيه ناس تانية تقولي لا ده فيه نجوم تانية كتير وفيه ناس تقولي لا ده فيه مجرات كتير إذن أنا عايز بقا أخذ تعريف كده وأخذ مصطلح للكون يكون مصطلح عام فلما بنيجي نقول إيه هو الكون بنقوله الكون هو الفضاء الشاسع الممتد هقول تاني كده الكون هو الفضاء الشاسع أو الفضاء الواسع يمكن نظهر قدامكم على الشاشة بتاعتنا هو فضاء واسع ممتد تمام يحتوي على جميع المجرات والنجوم والكواكب تمام كده والكائنات الحية وكل شيء يعني في المعنى العام كده الكون هو كل شيء بيحيط بينا هنشوف مع بعض كده لو جينا نقول إيه هو الكون وأنا عايز أحط صورة تقريبية لدمغنا كده عشان نفهم الكون لو قلت الكون هو الفضاء الشاسع يعني أنا لو تخيلت إن ده كده الكون الفضاء الشاسع وبرس ما هو بإيه دي دايرة كبيرة قوي ويقول لكم إيه دا هنتخيل إن الدايرة دي هي الكون تمام نشوفها مع بعضينا أهي دي كده الكون تمام يعني الدايرة جات معنا كبيرة شوية أو متسعة شوية كده يبقى قادي الدايرة هنا ووسطها لكم شوية زي ما أنا بتشوفوا معايا أهو تخيلت إن ده كله كده ده الكون ألاقي الكون ده في إيه ألاقي الكون بيتكون من وحدات أصغر الوحدات الأصغر دي هي المجرات يعني ملايين شايفين كده الكون يتكون من ملايين المجرات يعني لو بدأت أرسم ملايين أنا مش بقول واحدة ولا تنين ولا ألف ولا ألفين ولا تلاتة بقول ملايين الوحدات الأصغر يبقى عندي الكون عبارة عن ملايين الوحدات شايفين أنا بس عايز أوصل لحاجة كده هتشوفوا معايا فخر الرسم لو أنا تخيلت إن أنا رسم مليون وحدة أو ملايين الوحدات دي فبسمي كل وحدة من دي المجرة بسميها لإيه المجرة وعشان كده لما بيجي يقولولي المجرة بقولولي المجرة هي وحدة بناء الكون يعني الكون بيتكون من ملايين المجرات يبقى أنا لو بفرد طبعا الكون مش محدود زي ما أنا شايف كده ده أنا بقول الفضاء الشاسع الممتد الذي تسبح فيه المجرات طبعا المجرات دي لما بتدور بتدور حوالين مركز الكون ده له مركز فالمجرات دي كلها بتدور حوالين الكون طيب يبقى إحنا متخيلين زي ما إحنا رسمين كده واحد يقول لي أنا عندي المجرة دي هي وحدة من الوحدات اللي بيتكون منها الكون أقول له تمام طب تعال أشوف المجرة فيها إيه بقى المجرة ترسم فيها جواها أنا خدت مجرة هي بينا معاكم وارسم فيها ملايين الأجسام الفضائية شايفين ملايين الأجسام الفضائية الورقة دي عايزكم هنرجع لها تاني بس عايز أوريكو أنا عايز أخذ المجرة دي اللي هي دي دلوقتي هي معايا وكبرها شوي فهكبرها إزاي هقوم راسم آدي اللي أنا خدتها هي دي كده سميتها المجرة المجرة دي أحط بقى فيها إيه ملايين النجوم يعني نجوم كده زي ما أنت عايز عد ملايين النجوم يبقى جوة المجرة برسم زي ما احنا شايفين كده ملايين النجوم أهو كل دي موجودة في مجرة واحدة يبقى أنا أخذ مجرة واحدة هي برا وكبرتها وشفت إن المجرة دي فيها إيه أو بتتكون من إيه بتتكون من ملايين النجوم نبدأ على طول طبعا إحنا بنرحب بيكم إحنا عايزين نعمل مقدمة وتهيئة للدرس بتاعنا بس طبعا تليفوناتكم بتبقى عزيزة علينا وبتبقى هي الهدف فعلا فإحنا معنا إسراء من أسوان أهلا إسراء اتفضلي إسراء معلش عندي سؤال اتفضلي يا إسراء إزايك الأول عاملة إيه أستوام الحمد لله ويعني متواصلة معنا كده وبتشوفي حلقات البرنامج طيب يعني ما يكون عندك أي استفسار وأي سؤال إحنا معاك على طول في تواصل إن شاء الله نسهلك أي حاجة أنت عايزي اتفضلي طب أنا عايزك بس يعني إيه في يعني الصوت كده شوية طب بالراحة وعايز أسمع بس في خبط في الصوت كده أو في الصوت مش واضح قولي لي عدسة إيه محدبة آه أيوة نعم عدسة محدبة هل يختلف بالبعد البقري هل يختلف أيوة هل يختلف البعد البقري البعد البقري للعدسة المحدبة للعدسة المحدبة المحدبة طبعا لسمكها إيه طبعا لسمكها طبعا لسمكها طبعا مع تفسير الإجابة مع مع إيه يا إسراء تفسير الإجابة تفسير الإجابة أيوة تمام في أسئلة تاني لا شكرا طب شكرا إسراء يعني تواصلي معايا كده لأن احنا قلنا في الحلقة السابقة كنا طبعا بنتكلم على العدسات وخصوصا أو تحديدا العدسة المحدبة قلنا أن العدسة المحدبة دي هي العدسة اللي بتكون سميقة من الوسط رقيقة من الأطراف فأنا لو رسمت خد بالك أدي هرسم عدسة معاك هاي هخلي سمكها كبير شوي يعني أدي عدسة هخلي سمكها كبير خد بالك أن العدسة بيبقى كل وجه منها جزء من كرة أهو بديبقى الكرة وهنا طبعا المركز البصري وهنا ميم المسافة دي بتبقى نصف الكتر لو أنا برضو جيتكملت من ناحية التانية أنا هاخد ناحية بس هو الريكي أهو وكملت من ناحية التانية كده هيبقى برضو عندي المركز البصري هتبقى المسافة هنا ده نصف الكتر نصف نصف الكتر هو البعد المين هو البعد البقري هو البعد البقري فكل ما بيزيد السمك زي ما أنت شايفة كده كل ما البعد البقري بتاعي بيزيد لأنه نصف الكتر بتاع الدايرة بيزيد والعكس فيبقى أنت هنا لو أنت رسمتي ارسمي لي يعني عدسة زي دي كده عدسة سميكة هي، شفتي الدايرة بتاعتها أهو، والعدسة التانية هي، لو احنا جينا قمنا رسمين تاني عدسة خفيفة شوي، يعني عدسة سمكها إيه أهو رفاع شوي أهو. وجيت هرسم الدايرة بتاعتي هرسم الدايرة بتاعتي تبقى كده هرسم الدايرة بتاعتي اهي تبقى كده اهو لو احنا بصينا على الرسم طبعا لو انت رسمت حتى عندك في البيت رسمة فعلا بالزبط بالصمت يعني هتبص تلاقي عندي البعد بتاعي المركز اهو نصف الكتر بيختلف عن نصف الكتر اول وبالتالي يبقى انا عندي البعد البقري هيختلف يبقى البعد البقري بيختلف زي ما انت شايفه كده باختلاف القطر بتاع او نصف قطر الدائرة يبقى لو كانت سميكة هيبقى البعد البقري صغير وكل ما بيكل السمك وكل ما بيزيد البعد البقري لان نصف مركز الكرة بتاعي بيزيد يبقى انا هنا بيختلف البعد البقري بتاعي باختلاف سمك العدسة لان العدسة دي لما باجا كملها انتو عارفين ان لها وجهين كل وجه منها بيبقى جزء من كرة فارسيمي معايا ارسيمي عدسة يتكون السمك بتاعها الليل وعدسة يكون السمك بتاعها كبير زي ما أنا وردتك في رأس وكمل الدايرة دي وكمل الدايرة دي احسبيه له نصف القطر هنا ونصف قطر التكاور بتاع أحد وجهي العدسة هنا وشوفيلي كده نصف نصف القطر هو البعد البقري نبدأ نقيس البعد البقري في حالة مكان عند السمك كبير ونبدأ نقيس البعد البقري في حالة مكان السمك صغير يبقى بالتالي هنا ايه اللي يحصل هيختلف نصف القطر هيختلف البعد البقري يبقى بيختلف باختلاف مين السمك بتاع العدسة يبقى ده سؤال كم من الاسئلة المهمة اللي احنا قلنا عليها او سؤال جميل جدا يبقى التفسير هنا لاختلاف نصف القطر او اختلاف البعد البقري لان انت عندك البعد البقري بيساوي نصف نصف القطر في علاقة فأنت ما بيزيد التحدد بتاع العدسة أو بيزيد سمك العدسة بيختلف نصف القطر وبالتالي أو بتغير نصف القطر وبالتالي بيتغير البعد البقري إذن هيختلف في اختلاف سمك العدسة نرجع بقى لدرسنا تاني اللي كنا بنتكلم فيه على الكون وعايزكم تاخدوا بالكو أنا بدأت بجملة قلتلكوا الكون ده هو الفضاء الشاسع اللي بتسبح فيه أول كلمة قلتها المجرات فدخلت على كلمة المجرات عشان أشوف هو إيه يعني المجرة لقينا أن المجرة دي ملايين المجرات موجودة داخل الكون يبقى المجرات هي وحدة بناء الكون أو الوحدة البنائية اللي بيتكون منها مين الكون طيب بتتكون خط مجرة واحدة زي ما هنشوف دلوقتي كده قادي مجرة نتابع بس رسمنا عشان يبقى الكلام متصل ببعضه وبشوف المجرة دي فيه إيه بلاقي أن المجرة دي فيها ملايين النجوم يبقى كل مجرة من عندي فيها ملايين النجوم يعني ده نجمو ده نجمو ده نجمو ده نجمو ده نجمو هكذا ملايين النجوم دي بتختلف في الحجم ما بين النجوم بتكون ضخمة وفي نجوم بتكون متوسطة وفي نجوم بتكون صغيرة حتى أنا بنقول لكم دايما معلومة إيه لما كنا بناخد الشمس كنا بنقول الشمس نجمو متوسط الحجم يعني أنا ممكن أجي أخد دلوقتي النجم ده كده وأقول ده الشمس بتاعتي خذوا بالكم عشان أنا هاخد النجم ده وأبدأ أكبره براه النجم ده لما بنشوفه بيبقى له إيه؟ بيبقى له مجموعة من الكواكب بتدور حوليه زي ما بناخد عندنا الشمس نكبر الصورة شوية يبقى احنا هنجيب الشمس بتاعتنا قادي الشمس اللي هي النجم المتوسط يعني معنا كده أن فيه نجوم أكبر إيه؟ فيه نجوم أكبر منه هنقول دي الشمس بلاحظ أن الشمس كنجم بيدور حوليها مجموعة من مين؟ من الكواكب طبعاً الكواكب دي بتختلف زي ما احنا عارفين في حجومها إن احنا عندنا مجموعة شمسية عندي كده بتضم عندي المجموعة الشمسية اللي هي مجموعة الكواكب اللي بتدور حوليه مين؟ حوليه الشمس زي ما احنا شايفين المنظر بتاعي كده هو يبقى أنا طبعاً هناخد ده بالتفصيل وهنشوفه معنا في فيديوهات توضيحية كويسة جداً فيبقى أنا عندي الشمس بيدور حوليها مجموعة من الكواكب يبقى أنا لما أرجع لأول نقطة تاني خالص فأول رسمة أنا كنت رسمها هو أقولك تعالوا مبص مع بعض كده قادي الكون الكون ده فيه ملايين المجرات كل مجرة فيها ملايين النجوم الشمس نجم من الملايين المتوسطة يبقى أنا لما أتكلم حتى على المجموعة الشمسية بص المجموعة الشمسية نقطة الحمرة دي اللي في وسط هذا الكون كله رقي من 6 أكتوبر يا أهلاً ألو أيوة إزايك يا رقي عامل إيه؟ الحمد لله كويسة أخبار العلوم معاك إيه؟ تمام سهل تمام؟ آه تمام في أسئلة ولا حاجة عايزة تتوضح عليها؟ لا أعايزة تسأل سؤال طب تفضل اختر الإجابة اختر آه الإجابة آه الصحيح آه تمام تفضل النسبة بين طول الجسم إلى طول صورته المتكونة بواسطة العدسة المكعرة المتكونة بواسطة العدسة المكعرة المكعرة ولا المحدبة؟ لا المكعرة المكعرة تكون نقط تكون آه نقط الواحد الصحيح أكبر ولا أقل ولا تساوي؟ تمام يعني في الإجابات مديني أكبر من الواحد آه تمام يعني هي أكبر من الواحد ولا أقل من الواحد ولا تساوي ولا بتساوي الواحد صح؟ آه تمام أنا عايز رقاية معايا هنا طبعا إحنا بنتكلم على صورة متكونة في عدسة العدسة دي لو افتكرتي معايا كده وإحنا بنشرح كنا بنقول فيها حاجة مهمة قوي إن الصورة بيتغير المقياس بتاعها والخصائص بتاعتها بتغير موضوعها من العدسة فاكرة؟ فأنا بس هرسمي لك راس ما صغيرة خالص كده لو أنا حطيت البقرة والمركز فكنت ببدأ لو جسم بعيد بتتكون له صورة حقيقية في المركز لو قرب شوية بتبقى الصورة حقيقية مقلوبة مصغرة وبتفضل الصورة كده الحد ما بتيجي على بعد أقل من البعد مين؟ البقري البقري فكان بتتكون له صورة تقديرية معتادلة مكبرة فاكرة الكلام ده اللي احنا قلنا فكرة إيه يا رقاية؟ هي دي مش عدسة محدبة؟ أنا لسا بكلمك في العدسة المحدبة فكانت بتتكون ده أنا عايز بس عشان أوصلك للي أنت عايزاه بطريقة فهمي فلما كنت بحط الجسم قدام صورة قدام عدسة محدبة كانت على بعد أقل من بعدها البقري فكان بتتكون لي صورة تقديرية بص يا أكتب لك الكلام تقديرية معتادلة مكبرة تمام؟ بس خدي بالك أنا معاكي دي العدسة مين؟ المحدبة صورة تقديرية معتادلة مكبرة ودي كانت فكرة الميكروسكوب البسيط أو فكرة العدسة اللي كان بيستخدمها الساعاتي لما بانقل بقى العدسة مين؟ مقعارة اللي هو سؤالك بتتكون لي صورة تقديرية معتادلة مصغرة أنا بس عايز أفكرك عشان تبقي أنت فاهمة هو ممكن نحصل على صورة تقديرية أنا بحصل على صورة تقديرية في حالتين إذا كانت عدسة محدبة والجسم موجود على بعد أقل من بعدها البقري فبتكون صورة تقديرية معتادلة مكبرة يعني أكبر من الجسم إنما لو كانت العدسة مقعارة زي ما أنت بتقولي دلوقتي يبقى يتكون لي صورة تقديرية معتادلة مصغرة قولي تاني معايا صورة تقديرية معتادلة مصغرة يبقى أصغر من الجسم ولا قد الجسم ولا أكبر؟ لا أصغر يبقى أقل من الواحد يبقى أنا لو عامل نسبة ما بين الجسم وبين الصورة هتبقى الصورة أقل منين؟ من الواحد أقل من الواحد وحبيت توصلك لها كنت ممكن أعطول لك الإجابة أقل من واحد لكن أنا ما بيهمنيش الإجابة بقدر ما بيهمني إن أنا أفهم وروح للإجابة إزاي؟ ويبقى أنت عندك هنا عشان لو غير لي السؤال ده وقال لي لو أنا حطيت جسم على بعد أقل من البعد البقري هتتكون له صورة تقدرية هل أكبر من واحد ولا أقل من واحد ولا بتسوى واحد يبقى لو كانت العدسة محدبة الصورة التقدرية هتكون معتدلة مقبرة يعني أكبر منين من الواحد إنما لو العدسة مقعرة زي سؤالك هنقول صورة تقدرية معتدلة مصغرة يبقى بالتالي هي أقل منين من الواحد أقل من الواحد شكرا لك يا رقايا لو في أي أسئلة عندك تاني تحت أمرك أو تواصلي معنا دايما طيب نشوف سؤال برضو في منتهى الجمال وأنا قلت فعلا القيمة فعلا الحقيقية من عملية التواصل والتفاعل إن إحنا بنشوف نوعيات أسئلة عشان إحنا هنا لما بنيجي نشرح أجزاء من المنهج أنا بتعمد ساعات حاجات أمارس فيها عملية فهم ما أقولك بص للمراية واستنتك صورتك طب بص كده وشوف إيه اللي تغير طب برفع يعني الزراع الأيمن وشوف الصورة في المراية رفع مين ما بقولكش إن معكوسة ما بقولكش إنها تقدرية ما بنقولش كلام مباشر إحنا بنحاول نعمل تطبيقات الأسئلة بالجنة بتؤكد على ما بنؤكد إحنا عليه من إن إحنا لازم نكون عندنا فهم ولازم نكون عندنا استيعاب لكل الأجزاء اللي إحنا بنتكلم فيه يبقى أنا وصلت دلوقتي في الكون إلى إن الكون ده بيتكون من ملايين المجرات وقلت إن المجرات دي هي وحدة بناء الكون لو شفنا مع بعض في الداتة شو بتاعتنا المعلومة ونؤكدها طيب نروح لأحمد برضو من القاهرة وأهلا بيك يا أحمد أحمد السلام عليكم وعليكم السلام إزاك يا أحمد عامل إيه؟ الحمد لله أخبار العلوم إيه يا أبو حميد الحمد لله متابع معنا بالبرنامج؟ أه يا مست بتستفاد يعني؟ أه؟ بتستفاد؟ أه الحمد لله بتستفاد من درسل حضرتك الله يخليك يا حبيبي وإحنا تحت أمرك ودايما تتواصلوا معنا في أي حاجة أنتم محتاجينها إن شاء الله أنا يخليك يا مستل لا مستلت معي سؤال اتفضل يا حبيبي بيقول لي وضع جسم أمام سطح عاكس مقعر وضع جسم أمام سطح عاكس مقعر تمام تكونت له صورة تجديرية مكبرة معتدنة تكونت له صورة تقديرية تقديرية يا أحمد معتدنة إيه؟ تقديرية مكبرة معتدنة مكبرة معتدنة تمام فإذا تحرك الجسم الخلف لسابعة سنت فإذا تحرك الجسم للخلف كام؟ سبعة سنت سبعة سنت فأصبح على بعد 12 سنت من المرآة فأصبح على بعد 12 سنت من المرآة فتكونت له صورة حقيقية مساوية فتكونت له صورة حقيقية مساوية أه تمام دي اللي وضح مع الرسم وضح مع الرسم مصر الأشعة في الحالتين الإيه؟ وضح مع الرسم إي يا أحمد؟ في الحالتين في الحالتين أه تمام ومن ما به يحسب البعد البقري ونصف القطر تمام يحسب البعد البقري ونصف القطر تمام أحمد مركز معي أيوة بص يا حبيبي أنا عايز أقول لك الجسم وضع قدام سطح عاكس مقعر تمام سطح عاكس يبقى أنا فين يا أحمد؟ ها؟ سطح عاكس يبقى أنا فين؟ عند البعد البقري لا 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 أول ما أقول لك سطح عاكس ما أنت عارف أن الصورة بتتكون عندي في حالتين يا أحمد؟ تمام؟ حالات تكون الصور إحنا درسناها في حالتين في العدسات وفي المرايا أحمد بالخط فصل طيب أحمد كان نفسي يكون معايا لأن السؤال بتاعه في منطقة الجمال وسؤال كده يعني بسم الله ما شاء الله عليه أنا بس عايز أقول له لما يقول لي وضع جسم أمام سطح عاكس عاكس سطح عاكس هنا ما قال ليش لقدام عدسة ولا قدام مرآة يبقى دي أول نقطة زكاء اتمرست علي في السؤال عشان يشوفني فاهم ولا لا كنت دايما في الحالة أقول لك خد بالك المرايا أسطح عاكسة بينما العدسات أسطح كاسرة للضوء شايفيني الكلام اللي كنا بنقوله مهم إزاي؟ كنت دايما أقول لك ركز لما أجأ أقارن أو أفرق ما بين المرآة وما بين العدسة بنقول المرآة أو المرايا أسطح عاكسة للضوء بينما العدسات أسطح كاسرة للضوء يعني إيه؟ يعني الدوء بيخش من خلالها بينكسر يعني يتغير مصاره وبعدين ينفذ من الجانب الآخر إنما العدسة إنما المرآة عاكس بيرجع فأول ما قال لي وضع جسمه أمام سطح عاكس مقعر سطح عاكس بقت مرايا خلاص يبقى مرآة مقعر يبقى احنا كده هشيل بس الورق عشان نبدأ نجاوب قال لي وضع الجسم كده أمام سطح عاكس مقعر يبقى هقوم راسم أنا عرفت السطح العاكس يبقى مرايا ومقعر يبقى مرايا مقعر يبقى أنا هرسم المرايا المقعرة بالشكل بتاعي ده طب كده مرايا قلتلكوا لا مش مرايا المرايا لها سطح لامع اللي هو عاكس وسطح مسقول وطالما هي مرآة مقعرة مجمعة يبقى أنا لازم يكون سطحها العاكس جزء من السطح الداخلي للكرة يبقى أنا دلوقتي كده معايا مرآة مقعرة شايفين الكلام؟ ده كله جه من سطح هاكس مقعر بدل عندي سطح هاكس بعمل طبعا المحور الأصلي بتاعي بيبقى فيه عندي نقطة هنا اسمها به ونقطة هنا اسمها ميم وطبعا فيه علاقة بينهم أن ميم طبعا مركز تكاور وبه هي البقرة المسافة دي بنسميها إيه؟ بنسميها البعد البقري والمسافة دي كلها بنسميها نصف قطر تكاور المرآة بيقول لي وضع جسم أمام سطح هاكس مقعر تكونت له صورة تقديرية مقبرة تقديرية معتدلة مقبرة لسه كنت بقول دلوقتي لما بحط الجسم على بعد أقل من البعد البقري اهي بيبدأ يتكون له صورة أنا بس عشان هو قال لي بالرسم فبيبدأ يتكون له صورة تقديرية معتدلة مقبرة لأن أول شعاع زي ما احنا عارفين بيسقط موازي المفترض اهو بيبدأ ينعاكس مر بالبقر اهو هيرجع مر بالبقر تاني شعاع لو أنا جبته مر بمركز التكاور خدوا بالكم معايا كده اهو مر بمركز التكاور ورايح على سطح الجسم على طول اهو 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 يبقى ده كده مر بمركز تكاور فده بينعاكس على نفسه ويرجع على نفسه يبقى الاتنين راجعين لو أنا مشيتهم كده مش هيتقابلوا لكن لو أنا بقى تخيلت ان ده له امتداد اهو عملت امتداد اهو وعملت امتداد ده اهو شايفين معايا طلاقت في نقطة ودتني الجسم بتاعي اهو اهو دي الصورة هي زي ما انت شايف اللي احنا مقول عليها صورة ايه دي اللي طلبها اللي قال لي عليه التقديرية المعتدلة المكبرة هو قال لي فعلا كده أنا كده رسمت له الرسم اللي هو كان عايزه بيقول لي بقى ايه لحد الوقتي انا بس الاستمتاج مكان الجسم هو ده كان نقطة التبسيط او نقطة الوصول ليا او الفهم بتاعتي يبقى انا كان في مفتاحين عندي دلوقتي في الجزء الاولاني من السؤال لانه سؤال في منتهى الجمال او الجزء ساطح عاكس مقعر فعرفت انها مرقى مقعر تاني حاجة قال ليت كونت صورة تقديرية معتادة لمكبرة يبقى انا عارف ان حطت الجسم على بعد اقل من بعدها البقري شايفين الكلام بيقول لي بقى ايه يبقى انا كده قمت رسمة هوت يبقى انا استنتكتبها ده من الخواص مكان الصور تقديرية معتادة لمكبرة يبقى انا على بعد اقل من البعد البقري في المرقى المقعر بيقول لي بقى ايه اذا تحرك الجسم للخلف سبعة سانتي يعني انا رجعت كده سبعة ايه سبعة سانتي فتكون الجسم ايه بقى صورة حقيقية مساوية للجسم هي امت الصورة بتكون مساوية للجسم ده شايفين السؤال فيه كم نقطة جمال وكم نقطة فيه امت تكون الصورة حقيقية ومساوية الجسم اذا كانت عند بعد يساوي نصف قطر التكور اللي هو ضعف البعد البقري يعني الجسم عند ميم يبقى انا في الحالة دي اجي للرسم تاني عشان الصورة ترجع كام اهو لو احنا خدنا بالنا يبقى في الحالة دي ادي الجسم هو الجسم هنا عند ميم يبقى انا لما رجعت كده سبعة سانتي تمام كده رجعت سانتي فاصبح على بعد كام على بعد اتناشر يبقى كان قدام هنا كام يبقى كان قدام هنا خمسة ولما رجعت اتناشر سانتي بقيت فين عند المركز عشان يديني الصورة الحقيقية المساوية للجسم يبقى بدل الصورة حقيقية المساوية للجسم يبقى عند المركز يبقى انا عرفت ان المسافة من القط بالمرقاه لحد مين لحد مين 12 سنتي تقول لي يا مستر انت عرفتها منين قال لي لما رجعت سبعة اصبح كام اصبحت على بعد 12 فدتني الصورة الحقيقية يبقى الصورة الحقيقية هنا جات على بعد 12 يبقى 12 ده هو نقطة المركز و12 ده هو نصف الكتر وبصوا بقى يبقى كان هنا كام خمسة في الحالة الاولى لان البعد البقري كان نصف نصف الكتر نصف الكتر بقى 12 يبقى البعد البقري بتاعها هيبقى كام هيبقى 6 سنتي وفعلا انا حطيت في الاول على 5 سنتي لانه قال لي رجعت كام سبعة وصلت لحد 12 يبقى كان قدام السبعة كام خمسة والخمسة دي تبقى على بعد اقل من البعد البقري لان البعد البقري كام البعد البقري 6 اكمل بس يا رمضان اجابة السؤال ويبقى وتبقى معايا على طول برسم طبعا اشان قال لي ارسم برسم شواء موازي وارسم شواء مر بالبقرة الموازي بيرجع مر بالبقرة واللي مر بالبقرة بيرجع موازي عليك الصورة تكونتلي هنا صورة حقيقية مساوية للجسم يلا يا رمضان اهلا بك السلام عليكم وعليكم السلام ازاك يا رمضان رمضان انا عايز اسمعك بس انا عايز اسمعك يا رمضان اذا وقف شخص على بعد ثلاثة امطار من مرقاة مستوية فكم تكون المسافة بينها وبين سورتي داخل المرقاة اقول لك الكلام اللي انت قلت عشان اكون سمعته صح اذا وقف شخص على بعد ثلاثة امطار من مرقاة متساوية اه فكم تكون فكم تكون المسافة بينه مستوية مرقاة مستوية تمام مستوية اه ماشي انت خدت بالك انت معي في الكلام تمام فكم تكون المسافة بينها وبين سورتي داخل المرقاة وصورته في المرقاة مش كده داخل المرقاة اه تمام اه صورته يعني ما هالصورة بتتكون جوها المرقاة اه انت شايفني كده وبدليل انك شفت كلمة مستوية تمام اه طيب بص قديل ايه دي اسمها ايه المراية المستوية اه انا وقفت الشخص هنا على بعد ثلاثة متر مش كده ادي الشخص اهو خليدي معي المراية وادي الشخص اهو واقف على بعد كام ثلاثة متر خصائص الصورة بقى اللي بتتكون جوه المراية المستوية انها يكون بعد الجسم عن المرآة بيساوي بعد الصورة عن مين عن المرآة يبقى لو هرسم الصورة هتبقى الصورة جوه هنا الصورة التقديرية المتكونة هي هتبقى على بعد كام ثلاثة متر دي لو 3 تبقى دي كام 3 لان دي خواص الصورة المتكونة في المرآة المستوى يعني يكون بعد الجسم عن المرآة بيساوي بعد الصورة عن مين عن المرآة يبقى الجسم على بعد 3 تبقى الصورة على بعد كام 3 يبقى ما بين الشخص وصورته كام يا رمضان 3 زي 3 يبقى كام 6 متر فيمتها؟ شايفة كده بالرسمة عايزك تفهمها بالرسمة افضل ما اني نشوفها كده تمام؟ لان انت عندك خاصية بتقول البعد الجسم عن المرآة بيساوي بعد الصورة عن مين؟ عن المرآة فاذا الشخص واقف على بعد 3 متر يبقى صورته بتتكون جوا المرآة على بعد 3 متر هو مش طالب منك بعد الصورة عن المرآة ده سؤالك جميل ده طالب مني المسافة ما بين الجسم وإيه؟ وصورته يبقى هو واقف على بعد 3 وصورته جوا على بعد 3 يبقى المسافة ما بينه وما بين صورته بتساوي 6 متر تمام؟ وطبعا في بقى اسئلة زكاء كمان يا رمضان طب انا عايز اسأله لك انت السؤال ده لو قلت لك الشخص ده تحرك في اتجاه المراية بمقدار متر فكم يكون او كم تكون المسافة ما بين الشخص وما بين صورته هتكون اتنين متر برافو عليك اتنين متر اوما يتحرك متر هيبقى ما بينه وما بين المراية اتنين متر مش كده طب ويبقى صورته برضو بينه وبين المراية كام واحد متر لا الصورة برضو ما الصورة زي الجسم في الزبط الرمضان يبقى هو واقف قدام المراية اتنين متر وصورته متكونة جوه بعد المراية باتنين مين متر يبقى المسافة ما بينه وما بين صورته كام بقى اتنين زي اتنين بتساوي كام بتساوي اربعة متر اربعة متر برافو عليك يبقى لو قال لي اذا تحرك الشخص متر في اتجاه المراية يعني معناها انا فهمت بقت المسافة اتنين متر فيبقى الصورة برضو على بعد اتنين متر يبقى لو قال لي كم تكون المسافة ما بينه وما بين صورته هقوله أربعة متر اللي إني عرفت إن دي اتنين ودي ايه اتنين ساهم يا رمضان طب شكرا يا حبيبي ودايما نتواصل معانا وإحنا تحت أمركم وأي أسئلة أنتوا عايزينها إحنا متواصلين معاكم في البرنامج طيب نكمل بقى مع بعض كده الكون فقلنا إن الكون هو الفضاء الشاسع الممتد اللي بنقول عليه بيحتوي على بقيت دلوقتي عارف أقول بقى معلومات علمية بقى بيحتوي على مجرات ملايين المجرات طب بس مجرات لا والنجوم طب بس مجرات لا كواكب طب بس كواكب لا كواكبات طب بس كواكبات وأي أجسام فضائية أخرى كل ده موجود في الكون يعني الكون فيه كل الموضوع ده بحيث أن أنا بقول يبقى الكون بيتكون من مجرات التي تتكون من نجوم طب نشوف كده المجرة هي تجمع عدد كبير من النجوم ويتألف منها الكون وتوجد على شكل عناقيد إيه هي النجوم؟ طبعا كلنا عارفين النجوم وكنا واخدنا في المرحلة الابتدائية أجسام كروية ضخمة مختلفة الأحجام تطلق كمياتها إلى من الضوء ومين والحرارة وده كان بتبقى مقارنة بناخدها ما بين النجوم والكواكب من النجوم أجسام متوهجة تشعي ضوء وحرارة إنما الكواكب بتبقى أجسام معتمة لا تشعي ضوء ولا حرارة يبقى ما يجي يقول لي النجوم هقول له أجسام كروية ضخمة تطلق كمياتها إلى من الضوء والإيه والحرارة في عندي مجرة بقى مشهورة قوي اللي احنا بنقول عليها مجرة ضرب التبانة ودي المجرة اللي بتوجد فيها المجموعة الشمسية بتاعتنا وشكل المجرة دي بتبقى مجرة لو لا بيت الشكل تحتوي على ما يقرب من 200 إلى 400 مليون نجم من ضمنها الشمس يعني شايف مجرة واحدة اللي هي المجرة بتاعتنا اللي اسمها مجرة ضرب التبانة بتضم من 200 إلى 400 مليون نجم في مجرة واحدة نتخيل إن إحنا عندنا ملايين المجرات يبقى ملايين المجرات دي فيها نجوم قد إيه وفيها حوالين النجوم دي كواكب قد إيه وكواكبات قد إيه هنشوف برضو مع بعض ونحسب ونشوف الكون دا بيتكاوم من إيه بس ما نشوف محمد من القاهرة أهلا بيك يا محمد أهلا بيك يا مستر أهلا يا حبيبي أخبارك إيه الحمد لله وأخبار العلوم الحمد لله نصلنا فين في المدرسة يا محمد أنا خلصت حد الواحد الثالثة خلصت؟ أه خلصت إيه؟ النظام الشمسي الباب الثالث؟ نظام الشمسي تمام يعني خدته الكون وخدت النظام الشمسي إن شاء الله بإذن الله احنا برضو اتصالاتكم يعني بتساعدنا جدا جدا وإن شاء الله احنا في الحلقة الجاي بإذن الله هنوصل برضو للنظام الشمسي ونخلصه معاك تفقد دا الحمد عندما يقترب دا سؤال آه إذن الله عندما يقترب يقترب شخص شخص مسافة مسافة خمسين سنتي خمسين سنتي من مرآة مستوية من مرآة مستوية فإن صورته فإن صورته تقترب منه صورته تقترب منه الصورة اللي بتقرب منه يعني آه تمام مسافة مسافة كم سنتي كم نقط سنتي نقط سنتي أنا عايز أعرف بس هي منه هنا أصد من الماء طيب أنا عايز أسمعك عايز أسمعك أنت بتقول لي عندما يكترب شخص عندما يكترب شخص مشخص مسافة شخص مسافة 50 سنتي من مرأة مستوية فإن صورته تكترب منه مسافة نقط بس كده أنت عايز تعرف إيه بقى عايز أعرف هي منه يعني من الجسم منه أنا مستمع الكلمة دي كلمة منه منه أصده هنا من الجسم من المياه؟ من؟ هو بيقترب شخص مسافة 50 سنتي من مرآة مستاوية. من مرآة مستاوية؟ حمم. انت اقولك جملة. عندما يقترب شخص مسافة 50 سنتي من مرآة مستاوية. أيوة؟ فإن صريته تقترب منه مسافة نوات سنتي. آه تقترب من الشخص نفسه. الصورة. من الشخص؟ صورته بتقترب منه قد إيه؟ يبقى 100 سنتي. برافو عليك. ليه بقى؟ لانه ما يقرب 50؟ الصورة هتقرب كام؟ 50. زي انت عارف لسه كان فيه سؤال من زميل ليك من شوية سغيارة رمضان تقريبا. أيوة. فانت سمعته؟ اه. كان بيقول لي تلاتة قلنا له يبقى ستة مش كده؟ اه. انا سألته سؤال بقى لو تفتكر. قلت له لو انت قربت متر. أيوة. فيبقى بينك وبين الصورة قد إيه؟ أربعة. حسبنا أربعة يبقى صرف انا قربت متر بس خد بالك كاتستة بقت أربعة يعني اتضعفت لإيه؟ لأنه متر قرب الجسم من المراية فالصورة أخرى هتقرب متر. إذا انت لو قربت من المراية بجسمك مسافة خمسين سنتي. الصورة هتقرب من المراية برضو كام؟ خمسين سنتي. المسافة اللي كانت ما بينك وما بين صورتك قلت خمسين من هنا وخمسين من هنا يبقى قلت متر أو مية سنتي برافو عليك. ماشا شكرا. ماشا يا محمد شكرا لك. ولو في أسئلة تانية تحت أمرك وتواصل معنا دايما ويريد كل صحابك وزمائلك يعني تعرفهم كده البرنامج ويتصلوا بينا وأي أسئلة انتم محتاجين احنا تحت أمركم. طيب نشوف بقى مع بعض كنا بنتكلم في مجردنا اللي احنا قلنا مجرد ضرب التبانة ودي من المجرات المهمة جدا اللي هي بتبقى لولبية. الشمس بتوجد على أحد الأزرع بتاعتها بتحتوي على من 200 ل400 مليون نجم. شايفين قد ايه في مجرد واحدة عشان كده احنا بقولك كون ملايين المجردات. أنا كله والله عايزة وصلكوا انتم تعرفوا احنا ايه بنتكلم في الكون ده بنتكلم على ايه. لما قولك مجموعة شمسية شوف فقى الشمس والتمن كواكب اللي بيدورها حوالي. دول كلهم بيمثلوا ايه لما أنا رسمت لكم ده. نقطة حمراء فسط كل الكون الكبير ده. يعني سبحان الخالق لهذا الفضاء الشاسع سبحان مسير هذه الأجسام الفضائية كلها بنظام وبحساب دقيق جدا. يعني بمعلوماتنا اللي بناخدها في الكون ندرك قدرة وعظمة الله سبحانه وتعالى. ودي من فوائد العلوم. لان من فوائد العلوم ودراسة الظواهر الحقيقية اللي موجودة في الكون او دراسة الكون. احنا يعني بنؤمن بقدرة يعني وعظمة الله سبحانه وتعالى. ودي ممكن زميل المدرسين. احنا دايما ما بنجي نشرح بيبقى عندنا اهداف مهارية ومعرفية وجدانية. في الاهداف الوجدانية هنا هو الدرس اللي زي ده او المعلومة العلمية اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة دي. هنا بتبين لي قد ايه الإيمان بقدرة الله او قدرة الخالق سبحانه وتعالى. طيب شوفنا مع بعض بقى مجرد ضرب التبانة وقالنا بتتكون من ايه. هنشوف مع بعض كده المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية لما اجا اتكلم عنها. بنقول ان المجموعة الشمسية بتاعتي بتبقى عبارة عن الشمس وثمانية كواكب. والشمس هنا تقع على احد الازرع الحلزونية لمجرد ضرب التبانة. يبقى ده برضو تبسيط. احنا بصوا جايين من الكبير قوي من الكون. للمجرات للنجوم لأحد النجوم وهو الشمس. اللي موجود في مجرد اسمها مجرد ضرب التبانة. والشمس دي بتضم يعني او بنقول عليها جسمه متواهج ومتوسطة الحجم. يعني فيه نجوم اكبر من الشمس. وبتوجد على احد الازرع الحلزونية لمجرد ضرب التبان. طيب نخش بقى على الارض. يعني احنا قلنا الشمس نخش على الارض. وهيبقى لينا الحلقة الجاية ان شاء الله النظام الشمسي او المجموعة الشمسية بالتفصيل. وهنشوف يعني رسوم اضاحية ويمكن نشوف نموذج للمجموعة الشمسية. ان شاء الله برضو نحطه قدامكو. ونشوف بعض الفيديوهات اللي احنا نشوف فيها حركة الشمس. الشمس بتتحرك حوالين محورها. الكواكب بتتحرك حوالين محورها وحوالين الشمس. هنشوف كل الحاجات دي عشان ندرك قدرة وعظمة الخالق سبحانه وتعالى. فلما باجا اقول لكم الارض. الارض هي ايه كوكب. كوكب من التمن كواكب التي تدور حول الشمس. يعني الارض خد بالك. ان الشمس نجم والارض كوكب. والكوكب بيبقى الجسم معتم. قبل ما نتكلم في الارض ونشوف ايه السبل والوسائل اللي يسرها الله سبحانه وتعالى للمعيشة على سطح الارض. نروح لنرهان من نوفية. اهلا يا نرهان. اهلا يا نرهان. اتفضل يا نرهان انتب ازايك الاول عاملة ايه. الحمد لله. واخبار العلوم معاك ايه. الحمد لله كويس. يعني بتستمتعي بدراسة العلوم كده وبتابعينها. ايه. بتابعينها يعني من فترة ولا لسه. بتابع من فترة. طيب وايه رائيك يعني بنقدر نوصل لك المعلومة بشكل يعني كويس شوية ان شاء الله. ايه. وطبعا ده ما بيمنعش ان احنا بنقول لمدرسينك في المدرسة بنحييهم كلهم. لان هما الاساس وهم المتصلين والمتفاعلين معاكم يوميا. واحنا بنكمل رسالتهم في ان احنا نسهلكم ونبسطلكم المعلومات. اتفضل يا نرهان. عندي سؤال بيقول عند وضع جسم على بعد 10 سنتي. جسم على بعد 10 سنتي. من؟ من مرآة مقعرة. من مرآة مقعرة. تكونت؟ لا بعدها. بعدها. بعدها البقري تمام. كم؟ بعدها بقري سنتي. كم؟ بعدها البقري. كم؟ تتكون له. لا لا مرآة مقعرة بعدها البقري كم سنتي؟ 10 سنتي. يعني وضع جسم على بعد 10 سنتي من مرآة مقعرة بعدها البقري. 10 سنتي. اه. تمام. تتكون له صورة حقيقية مقلوبة. تتكون له صورة حقيقية مقلوبة. اه. بس. ده بيقولك عايزة ايه في السؤال صحة ولا غلط؟ اه. اه. صحة او غلط؟ اه. تمام؟ اه. انتي معي ولا سرحانة؟ معي. يعني السؤال ده في اسئلة صحة او غلط؟ اه. عند وضع جسم على بعد 10 سنتي من مرآة مقعرة بعدها البقري 10 سنتي تتكون له صورة حقيقية مقلوبة. اه. مش كده يا نرهان؟ اه. طيب يا حبيب. بص يا نرهان في حاجة لفتة نظرك في السؤال ولا مفيش؟ اه. لبعدها البقري عصر صنطي. والجسم موضوع فين؟ الجسم. على بعد 10. اه. انا خدتلك يعني باللون الاحمر تحت البعد 10 سنتي والبعد البقري كام؟ 10 سنت. تمام؟ اه. بصي كده معي قادي المراية اللي انت بتتكلمي عنها هي المقعرة. انت شايفاني؟ اه. وادي المحور الاصلي وادي به اللي هي البقرة وادي مين تمام؟ تمام. واحنا حطينا الجسم فين؟ فصل الخط تمام. هي بتقول لي البعد البقري 10 سنتي. اذا انا كده كتبت البعد البقري 10سنتي والجسم موجود على بعد 10 سنتي وأه الجسم موجود فين؟ في البقرة. بصوا بقى كل الأشعة اللي هتسقط هتبقى بمرة بالبقرة. انا هارسم زي ما عايز مجموعة أشعة هو كلها مرة بمين بالبقرة. اهي. اهي. اهيه بلون مختلف خالص القاعدة بتقول لي ان كل جسم بيسقط على المرآة المقعرة مرا بالبقرة بينعكس موازل المحور الاصلي يبقى ده هيرجع كده وده هيرجع كده وده هيرجع كده وده هيرجع كده شايفين الصورة هتتكون فين في ما لا نهاية ودي عكس اول ماشيب بقى فيش صورة حقيقية ومقلوبة ومقبرة ومصغرة لا 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 يبقى الصورة هنا في ما لا ايه في ما لا نهاية وده عكس اول حالة وده سؤال جميع شايفين كده قلت لها ده السؤال ده صح وغلط لانه السؤال ده مش هيقول لي رسيمه ازاي هو الجسم لو البعد البقري عشرة سنتي يبقى معنا كده ان الجسم في البعد البقري بتكون له صورة في ما لا ايه في ما لا نهاية عكس اول حالة خالص اذا كان الجسم بعيد جدا عن المراية فبتتكون له صورة حقيقية مقلوبة ومصغرة في البقر ليه بقى لان كل الجسم البعيد اوي الاشعة تيجي منه متوازية بدلا متوازية تنعكس في المراية واترجع مرة بالبقرة فكل صورة الجسم البعيد زي الشمس كل صورة الجسم البعيد ده اشعة他們 متوازية كلها تنعكس وتتجمع في البقرة يبقى البقرة نقطة صغيرة جدا تمثل صورة حقيقية ليه حقيقية؟ لانها جاء من طلاقي الاشعة المنعكسة يعني الاشعة كلها نعكست وطلاقت في نقطة هي النقطة دي اللي اسمها البقرة يبقى هنا الصورة تتكون في ما لا نهاية وليست صورة حقيقية ولا هي صورة تقديرية مكبرة أو مصغرة نشوف مع بعض الأرض اللي كنا بنتكلم فيها ونقول إن الأرض دي كوكب من الكواكب يمكن هي بنعتبرها الثالث بعداً عن الشمس يعني ما بتكلم كده في الشمس بقول أول كوكب حواليها عطارد وبعدين زحل وبعدين الأرض الأرض هنا بتبقى ثالث الكواكب بعداً عن الشمس وبعداً عن الشمس وبنقول هي الخامس حجماً والأرض دي يعني بنقول بيتيسر عليها الحياة لإن فيها غلاف جوي اللي هو بيضم الغازات زي الأكسوجين والهايدروجين والنيتروجين والسانيكسيدي الكربون الضغط فيها مناسب للحياة وجود الماء وجود الجاذبية كل دي عناصر أو كل دي عوامل مساعدة لوجود حياة يمكن الكوكب اللي بنحيا عليه أو اللي بنعيش فيه أو كوكبنا اللي احنا بنعيش فيه هو كوكب الأرض كل المجموعة الشمسية دي زي ما بنقول اللي هي الشمس والتمن كواكب اللي بتدور حواليها ويمثلوا المجموعة الشمسية بتدور حوالي مركز المجرة قلتلكم المجرات بتدور حوالي مركز الكون طيب وعندي نجوم جوى المجرة يبقى النجوم دي بتدور حوالي مركز المجرة وبتكمل المجموعة الشمسية دورتها حول مركز المجرة في 220 مليون سنة لكل دورة كاملة يبقى أنا عندي الزمن اللازم لدوران المجموعة الشمسية حول مركز لأنها مجموعة شمسية طبعا نجم يبقى الزمن اللي بتستغرقه المجموعة الشمسية اللي هو الشمس يعني بتوابعها اللي هي الكواكب في الدوران حول مركز المجرة بيستغرق 220 مليون سنة هنتواصل معاكم ولكن بعد فاصل قصير إن شاء الله هنستكمل حلقتنا أهلا بكم أبناء وبناتي عودنا بعد الفاصل وبنحاول بقى نستكمل مع بعض كده في حلقتنا نشأة الكون اللي احنا يعني اتكلمنا باستفادة عنه عايزين نشوف نشأة الكون معنا ليكم فيديو جميل كده تعالوا نشوفه مع بعض ونشوف الكون اتكون ازاي وناخد التعليقات على الصورة بتاعتنا نشوف مع بعض نشأة الكون هنا البجينينج بتاعتنا أو البداية طبعا ده نشأ من الانفجار العظيم أو البيج بانج بدأ يبقى فيه الانفجار طبعا كان الكون عبارة عن كرة صغيرة جدا جدا ملتهبة ضغطها جديد حرارتها عالية فحصل فيها انفجار بدأت تتكون الكرات الغازية أو الكتل الغازية اللي هي بعد كده بدأت تتحد مع بعضها البعض وتبدأ تكون لي غازي الهايدروجين والهيليم اللي بدأ يتكون منهم الأجسام للمجرات لأن أول حاجة شايفين شكل الانفجار التفتت اللي حصل الجزيئات شايفين بقى دي كده دي المجرة بداية تكوين المجرة ويمكن مجرة حلزونية بتفكرني بمجرة ضرب التبانة اهو الشكل جميل جدا بيبين لي شكل المجرة طبعا ملايين المجرات تكونت بعد ألفين مليون سنة من تلات تلاف لألفين سنة بدأت تتكون أسلاف المجرات يعني المجرات قعدت من ألفين إلى تلات تلاف مليون سنة ادي شكل المجرة وهي بتتكون خدوا بالكم المجرات دي كان بيبقى جواها مين تمام بيبدأ يتكون جواها نجوم النجوم دي اللي هي زي الشمس تمام واللي هي الكرات المضيئة الملتهبة المجرة بتاعتنا تكونت بعد خمس تلاف مليون سنة الشمس هي بقى شايفين اللي هندرسها في الحلقة الجاية بالتفصيل والتفاعلات الاندماجية النوية اللي بتحدث داخل الشمس بدأت بعد عشر تلاف مليون سنة تكونت الشمس طبعا بعد الشمس بدأت تتكون بقى الأجسام الفضائية الأخرى أو تتجمع الأجسام الفضائية الأخرى اللي هي بدأت تاخد شكل كواكبات وكواكب وبدأت بقى بداية ظهور يعني الصخور وبداية ظهور المكونات اللي هي 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 الأجسام اللي بتبرد وبتتجمد فتبدأ تكون لي كواكب اللي هي هي هيبدأ منها كوكب الأرض هيبدأ منها كوكب المشترة مثلة للكواكب شايفين كده التكوين ده بتاع مين اهو حلقات هتتعامل زي ما بتحصل فيه كوكب زحل فهنبدأ نشوف نمازج من تكون الكواكب بتبسيط شديد اهو الصورة بتبين من الانفجار للجسيم الصغير اللي هو كان الكون اللي الدني غازات بردت الغازات وتجمدت وبدأت تتحد مع بعضها تكون عناصر الهيليام والهيدروجين من عناصر الهيليام والهيدروجين تكونت المجرات بدأت المجرات يحصل فيها انواع من انفجارات وتتكون النجوم واللي احنا قلنا الشمس تكونت المجرات بتاعتنا بعد 5000 مليون سنة الشمس بعد 10 000 مليون سنة وتكونت المجموعة الشمسية اللي هناخدها بالتفصيل ان شاء الله في الحلقة الجاية ودي شكل من اشجال الانفجارات النووية اللي بتحدث اللي ما نشوف في نظريات تكون المجموعة الشمسية اكتر من نظرية بتوضح كده ده شكل اللي ما يحدث في الكون ده شكل لعمليات الانفجار التامة اللي بتحدث فيه الكون وكيف تؤدي إلى تكون النجوم وإلى تكون الكواكب يعني شايفين بداية تكوين مجموعة شمسية بتاعتنا هي كواكب الشمس والكواكب بتاعتنا بأشكالها المختلفة المريخ اللي هو بيبقى أرضيته حمراء هنشوف ده برضو معنا في الحلقة اللي جاية إن شاء الله بفيديوهات توضيحية يعني جميلة جدا ده كده فيديو بيوصل لي معلومة عن كيف تكونت أو كيف نشأ الكون كيف نشأ الكون هنشوف مع بعضينا باستخدام كمان الداتا شوب بتاعتنا ازاي أو التواريخ المحددة اللي تكونت فيها المجرات وتكونت فيها النجوم يبقى احنا لما بنشوف الفيديو ده بنقدر نوصل لكل اللي احنا عايزينه من نشأة الكون اللي انا لو حبيت بقى نقولها لكم كمعلومات علمية احنا شفناها كده كفيديو بقين لك شكل الانفجار بتاع الكرة الصغيرة الاول وبعد كده بدأت الغازات تتكون وتلاحم تب نقولها كده من الداتا شوب بتاعتنا ونشوف التواريخ بتاعتنا المحددة ادي نشأة الكونة هي معايا نظرية الانفجار العظيم دي كانت سنة 1933 الكون قبل الانفجار كان كرة غازية زي ما احنا شايفين كده زي حجم ضئيل ودرجة حرارة عالية وضغط جديد وفي حالة تمدد مستمر ثم حدث الانفجار بعد ما حدث الانفجار التحمت الجسيمات بتاعتنا الزرية مكونة غاز الهايدروجين والهيليم اللي كونا المجرات والنجوم والكون كله طيب تلحمت المادة بعد 1000 مليون سنة تشكلت المجرات بعد 3000 مليون سنة ده من نقول من 2000 ل3000 تكونت أسلاف المجرات طيب مجراتنا كانت بعد 5000 مليون سنة زي ما قلنا وحنا بنعرض الفيديو طيب الشمس ولدت بعد 10 تلاف مليون سنة بدأت الحياة بتاعتنا الأولية على الأرض بعد 15 ألف مليون سنة ده اللي احنا بنقول عليه النشأة بتاعة الكون اللي كان من زمان بقى في العصر الحجري كان بيحكوها في شكل خرافات المصريين القدماء والبابليين ربطوا ما بينها وما بين أزالية الكون والأليها المتعددة الإغريق والرومان حاولوا وضع نظريات للظاهر الكونية وهم بيفسروا نشأة الأرض الهنود والصينيون سادة عندهم عالم التنجيم وهم بيفسروا نشأة الكون اللي احنا شفناها مع بعض دلوقتي على الشاشة في الفيديو البسيط بتاعنا اللي احنا عرضنا به نشأة الكون اللي فيه نظريتين بيقولوا ان الكون دوت يا إما كان جسم صغير وبيتمدد وبينفجر يا إما هو جسم كبير وبيبدأ يتقلص وينكمش لحد ما يصل إلى كرة صغيرة جدا 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 تبدأ تكون عالية الحرارة وعالية الضغط تمهيدا لانفجار جديد فعشان كده بنقول فيه الكون المغلق والكون المفتوح اللي احنا بنقول عليهم التفسير للكون يبقى احنا النهاردة تكلمنا مع بعض عن نشأة الكون خدنا فكرة بس على الكون والشكل بتاعه والمجرات والنجوم ان شاء الله نلتقي بيكم في الاسبوع القادم مع استكمال للوحدة التالتة ونظريات تكون المجموعة الشمسية دايما في انتظار تفاعلاتكم معنا واسئلتكم معنا بنسعد بيها دائما وكل أسرة البرنامج بحييكم إلى أن ألقاكم لكم تحياتي وشكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة